موسيقى مساكم الله بالخير مشاهدينا الأعزاء وإما كنتم حياكم الله ويانا في حلقة يديدة من بلامجكم لفجيرة تجمعنا مشاهدينا ومثل ما أعودناكم أن نطلع عليكم كل يلا عبر قناة الفجيرة لنقدم لكم أهم وآخر الأحداث والمجريات والتطورات على كافة الأصعدة في إمارة الفجيرة وما حولها أما عن مواضعنا لهذه الليلة فرح نتعرف إياكم على مشاركة إحدى الأمهات الله يحفظها والمنضمة لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية كما سنتطرق أيضا للحديث عن الاتحاد البيئي المدرسي واللي نظمته جمعية أصدقاء البيئة وهناك لنا وقفة أكيد مع مجلس شباب اللغة العربية والتابع لمركز الشباب العربي أيضا سنتعرف على اليوم العربي للتطوع وهو طبعا تظاهرة سنوية تشهد إقبال العديد من المتطوعين والأخير إن شاء الله راح نكونوا ياكم مع عالم الشعر وسنبحر أيضا مع شاعرة جميلة وحوار عن الشعر العربي بين الماضي والحاضر نعم مشاهدينا بداية نظمت جمعية أصدقاء البيئة فعالية تحت عنوان البيئة أولا والتمكين البيئي بمشاركة الطلاب والمعلمين وأولياء اليمور بالإضافة إلى الموظفين وأصحاب الهمم وكبار المواطنين مشاهدينا للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة الدكتور إبراهيم علي محمد وهو رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة أهلا وسهلا فيك دكتور ويانا مرحبا مرحبا أخوي السادة علي وجدا سعيد وتواجدي مع القناة ميتميزة قناة الفجيرة الله يسعدك دائما يا مرحبا بك دكتور بداية يريت لو تحدثنا عن هذه الفعالية والتي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة طبعا أخوي عزيزة عارف من بداية عام 2023 لما أطلق سيدي صاحب السموشة محمد بزاد أنا هنا رئيس الدولة حفظ الله ورعان عام 2023 هو عام الاستدامة طبعا دعم لموضوع كوفت وينتيت طبعا جميع أصدقاء البيئة قامت بعمل كل البرامج والبوبادرات والفعاليات تدعم هذا المشروع الكبير الوطني طبعا نحن نركز دائما كجمعية أصدقاء البيئة على شريحة طلبة المدارس 7% تركيزا لهم لأنه من نعتبرهم حسب توجهة القائد الرشيدة هم قادة المستقبل اللي بكون وزير سفير مدير لدعم مواردنا 3% لنصف المجتمع سواء في عملها أو في المنزل والتركيز على الزوج والابناء وحتى على موضوع الخدم وبالتالي كان هذه المبادرة طلقناها تكملة هنا من بداية شهر واحد ساعة الأرض يوم الأرض كلها كان برامج شغالين حتى إلى برامج الصيفي ومع بداية العام الدراسي إن شاء الله هنطلق هذه المبادرة بيكون تاريخه يوم السبت 27 شهر هذا هنركز لكم عند مبادرات متميزة وكل يساهم معنا حتى عند المدارس من دول الخليجة لكن نحن اقتصرنا بس على دولة الإمارات المدارس المتميزة واخترنا اسم قوي الاتحاد البيل للمدرسي في دولة الإمارات العربية المتحدة نعم دكتور شعار الفعالية جميل حقيقة اللي هو كل خطوة صغيرة مهمة كبيرة يريد أن تحدثنا عن مكان وزمان الفعالية أيضا طبعا مثل ما ذكرت أنه بيكون إن شاء الله يوم السبت 23 سبتمبر نحن نكون عندنا عن طريق رابط زوم اللي موجودة طبعا على التواصل الاجتماعي الجمعية الأستقالبية عندنا رابط زوم كل يقدر يشارك منها مع طلبة مدارس يحضر شو اللي بنطلق إياها المماشر لأنه يكون فيها مبادرات وفعاليات عبر زوم والجهزة الثانية حتكون المدارس المتميزة حنروح من ميداني اللي مستكمل جميع شروطنا وهذا استحق لروح المدارسة والسابورت ندعم جميع المدارس المتميزة أنت تعرف أخي علي أن مدارسنا دائما متميزة طبعا مدارس الخضراء فبالتالي نحن ندعم كل مدرسة تدعى في موضوع الاستدامة في هذه السنة نعم طيب دكتور كيف تقومون بتشجيع المشاركة الفعالة حقيقة للشباب والطلاب في الجمعية وكيف يمكن لهم أيضا أن يلعبوا دورا مهما في حماية البيئة طبعا نحن تركزنا في المرحلة هذه على أكثر من المبادرة ركزنا على موضوع زراعة المنقروف اللي هي نفتة القرب نعم في بوضابي في الدبي وإن شاء الله ستكون فيه مارة تفجيرة أيضا عندنا موضوع على توديل ورق نحن دامعنا نوجه رسالتنا لموضوع الورق على زد ورق أن نقلل من قطر الأشجار أيضا عندنا مبادرة الملابس المستعملة عند أيضا موضوع السقي طيور عندنا أكثر من سبع مشاريع لطلبس المدارس تفاعلهم ويدخل في الصميم في المدرسة طبعا نحن نريد صفقة هذا كلها سيكون في المدرسة لبعض المبادرة المتميزة وبالتالي سيكون فيها دور كبير لطلبة المدارس أيضا للمدرسين أيضا حان شاء الله أولياء الأمور نحن بشغل أكثر من فئة في هذه المرحلة إن شاء الله نعم دكتور من خلال الجمعية أيضا قمتم بتقديم التوعية والتعليم حول قضايا البيئة والسؤال هنا حقيقة كيف يمكن للمعلمين وأولياء الأمور المساهمة في هذا المجال طبعا كله يعرف دور كبير للمعلمين أو أولياء الأمور نحن دائما يعتبرونهم من المثلة الأعلى دائما فبالتالي نحن لازم نوستق الموضوع هذا نعطي دعم للأخوان المدارسين أهميتهم أنت من تسلق لك دور كبير عندنا وايد من العيال عندهم مهارات يباهم يكتشفونها المدارسين وتدعم حتى أولياء الأمور نحن حطينا عينها اعتبارنا على أولياء الأمور خصوص الأمهات أيضا لابا ينتبهون لعيالهم ويشوفون إذا في أي دعم أو موهبة يدعمونا لأنها بالتالي هيكون فيها تغيير السلوك الطالب نحن نلاحظ فترة خيرة الحمد لله كسبنا من العيال من سلوك التنمر إلى إيجابية إلى التميز في الدراسة إلى التميز إلى أكثر من جوال قاعدة حصولنا عليها داخل الدولة وخرج الدولة وبالتالي ركزنا على المدارسين وأيضا أولياء الأمور نعم دكتور من ضمن المشاركين هم أصحاب الهمم وكبار المواطنين فياريت لو تحدثنا عن كيفية بناء الشركات لتعزيز التمكين البيئي بهذه الفئة تحديدا في مجتمعنا طبعا هذا التوجيب من قاعدة رشيدة الله يحفظهم أننا دائما نحب تصليصنا على أصحاب الهمم وهذا عيالنا حتى المقيمين هذا عيالنا محسومين علينا وأيضا كبار المواطنين لهم دور كبير قاموا ما ننسى دور كبير الدولة هذه النشأة أخي علي من جهة هذا الرجال كبار المواطنين اللي تعبوا وليما صنعوا هذا الوطن الكبير بتكاتبوا رؤية القاعدة الرشيدة وبالتالي نحن أيضا مصرطين نضوي عليهم أيضا نحن عندنا أرضية اتفاقية مؤسسة زائدة أصحاب الهمم وبالتالي عندنا واحد مبادرات نخلي عيالنا يشاركون ويستمتعون معنا في المبادرات البيئية وأيضا أصحاب الهمم إن شاء الله في المرحلة يتون فيهم لهم بصمة كبيرة وخضراتهم هذه الأصحاب كبار المواطنين لهم بصمة كبيرة وبالتالي نحن نقول لازلنا محتاجيكم في تكملة هذا الوطن نعم يا ضيك العافية حقيقة أنا أشاكل لك على الجملة اللي قلت أن هذه العيالنا ومحسوبين علينا يعني كلمة نم عن حس المسؤولية حقيقة دكتور أنا أشاكل لك حقيقة على هذا الشعور ختاما دكتور إبراهيم كيف يمكن العمل معا من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة دائما أنا أشكرك قناة فجيرة أنتو الحلقة اللي قاعد تدعمونا الله يسلم لو لوكم أنتو القناة ما وصل صوتنا كل مرة أشارك معكم لاحظتني مؤشر صراحة كلمة تحكتون قال في مؤشر قاعد يزيد ومتطوعين المدارس فأنتو دائما لإعلام صفة عامة صلت الرابعة لها دور كبير بأبراز وجهود شكرا لقناة فجيرة شكرا أخوه علي أشكر أختي الأستاذة صدف دورها الكبير متابعتها جدا متابعة معاني لأي مبادرة شكرا الأستاذة صدف على دور كبير ونقل صوت جمعية أصدقال بيئة للمشتمع المدينة في دولة إمارات العربية المتحدة مع احترام التقافات والجنسيات وحتى الدينة شكرا قناة الفجيرة الله يسلمك دكتور وشكرا على هذا الإطراء ونحن هذا واجبنا حقيقة لا أكثر ولا أقل نحن نتشرفنا فيك وكل الأمنيات حقيقة بالتوفيق لكم في قادم الأيام الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل على هذه المداخلة شكرا جزيلا وإن شاء الله على الموعد الجديد ولنا موعد إن شاء الله أكون معكم لأننا حاليا نخرج الدولة كل مرة جاية الله يحفظك ويشرفنا تواجدك أكيد مرحب الله يحفظك نعم مشاهدين وإلى فريق دبا حيث يواصل الفريق فريق دبا الفجيرة الرياضي الثقافي تحضيراته لأولى مبارياته في دوري الدرجة الأولى أمام فريق نادي الذيد الثقافي الرياضي يوم الأحد المقبل كاميرا برنامج الفجيرة تجمعنا كانت هناك وواكبت تحضيرات النواخذة لأولى مبارياتهم في الدوري هذا الموسم نتابع المزيد في سياق التقرير التالي الفريق طبعا بعد للنتائج في دور المحترفين والله ما وفقنا في البقاء بدنا نخطط لعملية العودة من أول وجديد فبقينا على اللاعبين الرئيسيين المهمين موجودين معنا وعملنا إضافات مثل الشباب الثلاثة العماني بالإضافة إلى الهداف الصربي اللي جانا من الدور السعودي أيضا أخذنا ديدي من نادي الإمارات ومجموعة من اللاعبين بدأ الفريق في عملية العداد في 15 سرعة معسكر داخلي ثم في 28 سبعة الفريق غادر في معسكره الخارجي نعب مجموعة من المباريات ومدة ثلاثة سابع قيادة طبعا الكابتن القدير كابتن حسن العبدولي الحمد لله رب العالمين إن هذا مكسب كبير وجوده معنا العبنا هنا مباريات ودية نتاج طيبة والفريق الحمد لله مستوا في الرتم ماله من الأفضل إلى الممتاز والله الجماهير بدون رسالة الحمد لله رب العالمين جماهير دبا جماهير غفية جماهير هي اللي تسعى من أجل الوقوف مع الفريق وهم مستعدين ومبادرين الشباب بروحهم يتكلموا على أساس عملية التشجيع وفريق والوقوف مع الفريق والنادي أيضا مستعد وموفر باصات لمواصلات من وإلى النادي مع أيضا الاحتياجات الخاصة في الجماهير فإن شاء الله دعوة مفتوحة للشباب والنادي ناديهم والنواخذ يتريوهم سداداتنا طيبة في المرحلة اللي كانت في دبال الفجيرة سداداتنا طيبة اللاعبين عندهم هدف واحد اللي هو الصعود داري المحترفين حصل على البطولة والأجواء كانت إجابية أيضا في المعسكر في سلوفيني وإن شاء الله راح نسعد الجماهير اللي موجودين في دبال الفجيرة إن شاء الله وكيد وشي إجابي حق الطاقم الفني يشوف سدادات الفرقة الثانية ويبني عليها تكتيك الفريق إن شاء الله تكون إيجابية حقنا في الأسبوع القادم إن شاء الله نطلع بسرعة طيبة في المبارا أجواءنا إيجابية جدا واللعيبة عندهم هدف واحد اللي هو الصعود الداري المحترفين فما في هدف ثاني عندنا وإن شاء الله راح نحقق الهدف إن شاء الله معنوياتنا جدا عالية هدفنا واحد في كل مبارا اللي هو الحصل على ثلاث نقاط ما عدنا هدف آخر في كل مباريات ندخل هدفنا واضح اللي هو ثلاث نقاط إن شاء الله استعداداتنا كانت طيبة الحمد لله في المعسكر وكانت إيجابية بكل مقاييس الجهاز الفني وغف على تشكيل الفريق واستعدادات الفريق إن شاء الله جاهزين جهاز الفني قاعد شاف الفرق كلها اللي لعبته الأسبوع اللي فاتب بحكم أننا نحن كنا ما لعبنا المباريات ولكن إن شاء الله جاهزين لها المباراة مستعدين أتم استعدادات عدنا نحن في دباء التركيز على المجموعة كامل نحن جاهزين إن شاء الله وإننا نخلص المباراة عدنا طموح إن نكون نبدأ بداية قوية إن شاء الله وإنها إن شاء الله نهاية قوية اللي بصعود إن شاء الله وننتظر جمهور دباء إن شاء الله يكون الرقم واحد لنا يدافع معنى وكبير وانتظرهم إن شاء الله المباراة القادمة نعم مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد مشاهدينا يعتبر الشعر العربي واحدا من أهم الوسائل في نقل تفاصيل الحضارة العربي وتاريخها كما يتسم أيضا بالعديد من الألوان الشعرية التي تميزه عن غيره من الفنون الأخرى دعونا نتحدث أكثر عن هذا الارث الحضاري الكبير في فقرة مجلس الدار نعم مشاهدينا والحليث عن الشعر العربي رحبوا يا بضيفتنا في الأستيديو الشاعرة ماجدة الجراح أهلا وسهلا في شعراتنا حياك الله أستاذ علي يا مرحبا سعيدة بتواجدي معكم الله سلمت يا مرحبا طبعا تشهر فينا وتسعدينا أكيد بتواجد دائما تجمعنا الفجيرة دائما الله سلمت وأنا طبعا على الصعيد الشخصي شاكر لك تلبيثة الدعوة وحضورت معنا في برنامج الله سلمت بداية أكيد أستاذ ماجدة بنتحدث عن الشعر العربي في الماضي الشعر في الماضي والحاضر أستاذ علي كشعر لم يتغير بحور قوافي بوزان لكن تغيرت المفردة تغير الموضوع الذي يتناول الشعر قديما في الجاهلية كانت الألفاظ في الشعر قاسية فضى وأحيانا غير مفهومة من كثرة بلاغتها لما جاء العصر الإسلامي بعد ذلك تميزت باللين وتغيرت الأغراض تناولت الموضوعات الدينية النصح لإرشاد بعد ذلك العصر الأموي تطرق للشعر الغزل العذري بأمور كثيرة لكن حاليا المحبب الشعر البسيط يعني للأسف أن الجيل الحاضر يفضل الشعر البسيط والمفرد البسيطة أصبح يشعر بأن هذا الشعر الزخم لأن هذا الشعر هنا وجود عدم ثقافة للمجتمع أصبح المتلقي مع يعني اعتذاري أيضا بعيد عن هذا المكان فبحاجة أن يقفز حتى يتذوق هذه الأبيات الجميلة التي وردناها من أزمنا عديدة نعم شو رأيت نتذوق شيء قليل من هذا الشعر أكيد من قصائدة الجميلة أكيد يسعدني يمكن عادة عدد هذا الشعر يلقي قصائده سواء البدوي أو أيام العصور المختلفة بجانب حصانه بجانبه الناغة ممكن في البيت الشعر هنا في هذه القصيدة الفرس تخبر فارسها بأبيات تشكيلها الفرس تشكيهمها فالفرس شو تقول هل هو باللون التقليدي خلينا نقوله القديم شعر النباطي تقليم الفرس اعتادتها تروح غزو فاكتشفت أن الغزو شيء آخر فشو تقول كنت حسب أن الغزو ما بين القبايل كنت حسب أن الغزو ما بين القبايل مير الغزو بين المحاديب الكثيرة قبح الحوافر شال لحمول الثقايل ونوخ ضعوني غيبة الخلة السعيرة وأنا فرس ما أشبه الهجنة الذلايل لكنه جر الجامي لدربة العفيرة والسيف يلي من على المتون شايل مكسور نصلة مستتر داخل جفيرة جيتك وراسي همه مضفر جدايل شفني وصلت بسبت الموت وشفيرة مثلك حزين ولاني من الزود قايل عيني بصيرة ويدها حظوظي قصيرة أشاركك هم ورد من الحظ مايل وما ودي ينبش جرحك الغاير وثيرة لكن قالوا لي الوجع بن طال زايل ومرت سنة والعين دمعتها ذخيرة سن الوليف من الجفا حد الصقايل كنه الفرزدق لا بغى يهجي جريرة والجرح له خدش كم سواه وايل شروة كعب رجل الوليد ابن المغيرة يا صاحبي ما مفلح جروحي مفايل لكن عساهل صابنا أجر أخيرة نكبي ولا تتغبر خشوم العصايل ووعدك جازم بأنها المرة الأخيرة والقلب يلي طيحك كيدا المحايل وما سووا تغذيقى ملك خلها في بيرة يا السلام جميلة هذه القصيدة صراحة عميقة جدا حقيقة عميقة عميقة لها أبعاد كبيرة عجبتني صراحة شدتني كثير أنا شاكل الصراحة لهذا القصيدة جميلة هذا القصيدة والله جميلة جدا طيج العافية عليها طيب خلينا نروح شوي مندردش عن القصيدة بشكل عام هل هناك قصيدة نقدر نقول عليها أنها وصلت لمرحلة الشيخوخة خلاص ما نقدر نقول عن القصيدة شاخة أو الشاعر شاخ هذا مفروغ منه بسببين القصائد منذ الزمن القديم ما زالت تتجدد وتبث فيها الروح كلما ألقاها جيل بعد جيل يعني كلنا ما زالنا نردد السيف والخيل والبيداء والتعرفين والرمح والسيف والرمح والقرطاس والقلم الأبيات القديمة للشعراء القدام ما زالت تردد وأيضا الشعراء بداية كل شاعر تكون مثل النبع شعر غزير يتدفق لكن قد يكون غير مدروس أو غير مقنن بعد ذلك لما الشعر يصبح أكثر نبوج تجري القصيدة بمجراها كالنهر بهدوء بتعني تقل قد تقل حصيلة الشعر الشعرية أو ما يكتبه لكنها تكون بشكل ناضج أما أن الشعر لا يشيخ والبليل رحمه الله الشعر كريم العراقي شاخ عمره وشاخ سنه ولكن حروفه لم تشيخ ألا فراش الموت ألقى أجمل القصائد نعم رحمة الله عليه رحمة الله نعم طيب رأيك أستاذة بالقصائد اللي نشوفها ونسمعها هاليومين اللي يسمونها قصائد البيتين أو ثلاثة بيوت رأيك فيها هذه هل تشبع المتذوق للقصائد أم لا إذا بنتكلم عن كم أو نتكلم عن كيف القصيدة أحيانا البعض ينظر لها بأنها إبداع مبتور يعني إبداع وبيت مبتع ولكنه مبتور ينتظر وتكمله لكن أحيانا بعض الأبيات تحتوي على فكرة وتصور شعري جدا جميل وتكتفي بأن تغني على قصيدة وأحيانا قصائد كبيرة يلفت نظرك أنت كمستمع فقط بيت بيت ور فهذا البيت أو البيتين يعتمد كم يحتوي من بلاغة لي أذكر بيت أقول فيه من يومين أردد البيت أقول فيه يا ربي من عقب تشييع المشاعر صوب مثواها الأخير وش فايدة صوت التصال في جيب من فارك حياة خلاص ما لدي ركم منها هو هذا البيت جبها الطريقة فالإبداع الشعري حتى وإن قل أيضا يسمى إبداع فهي ظاهرة بالعكس ظاهرة أعتبرها ظاهرة جيدة أنا يعني اللي أستشف من كنامت بأن في الأخير الشعر هو رسالة سواء كانت بيتين أو خمسين بيت في الأخير هي رسالة وأنت كشاعر كيف تصيغها كيف تصيغ هذه الرسالة صحيح بشكل مطول أو مختصر ومفيد صحيح ودسم وغني بالضبط يعني البيت اللي قلتي قبل شوي هذا يعني فس كأن عن خمسين بيت فمرة تيجي فقاعة إلهام خلاص تعطيك صورة تكتبها وتروح فقاعة عطتك لمحة ومضة بالضبط وخلاص تلاشت ما تقدر تلاحقها فبهذا الطريقة طيب السؤال حقيقة المتداول دائما واللي دائما يحضر في كل النقاشات والجلسات الحوارية التي تخص الشعر تحديدا الشعر أستاذة ماجدة موهبة ولا صناعة أنت تصنع حقيقة والله يا أستاذ علي نقدر نقول لثمين معنا للأسف ظهر بعض الشعراء ممن لا يمتلكون الموهبة الكافية ولا يمتلكون الطريق الصحيح لتنمية موهبتهم اضطروا لصناعة قصائد تخلو من الإبداع والصور الشعرية والركائز الأساسية للقصيدة فنتج قصيدة رقيقة هناك الكثير من القصائد الجيدة وعلى النقيض أيضا هناك الكثير من القصائد الغير جيدة فبهذا يقول المتنبي أنام من أجفوني عن شواردها ويسهر ويسهر الخلق جراها ويختصم المتنبي ما ثق من نفسه مرة يتنفس شعر لكن البقية شوه يسهر الخلق جراها ويختصم يجلس يصنع القصيدة نحن بحاجة للصنعة التي تخفي الصنعة يعني تصنع قصيدة وحبك حنكة الشاعر بأن لا يظهر الصنعة التي أخفاها داخل أبيان قصيدة بهذا الشكل ينتج قصيدة أكيد مبتعة جميل صراحة حقيقة والله السيدة مجدل الحوار شيخ معاك أنا أنا أرغيها الفقرة أتخلص أرغيها الطول الله يحر بك بالعكس أسئلتكم أيضا جميلة بالله بالعكس معلومات ثقافة شعر جمالية طمعا صراحة في أني أنا أسمع قدر كبير من كلماتك الجميلة حقيقة تبشر تبشرين بسألك أنت من نوع اللي تزعل تتجاوز الزعل أتجاوز نحن عندنا مثلا يقول وعد ما علي أرباط أو كلام ما علي أرباط يعني أنه ما يوفي بالوعد وكلامه يعني مش موثوق فعندي قصيدة أقول فيها تجاوز تزعل ونسيت وعد ما علي أرباط وعلى النقية تجاوزت الزعل ونسيت وعد ما علي أرباط وحطيتها العذر فالعشق خلي ما يفك الخط وقلت في خاطري يمكن حروفي ما عليها نقاط ويمكن تنقصها خبرة تحسب لولوي على الشط من الديباج والسندس اللي بعسي ومن أفلقمات وصقر حر ما يشبه ديوك أو حمام وبط تفرق عيني اليمنى ما بين الواقع والهياط ويصرع عين يتفرق إذا غاب الوليف وغط تأكد من قبل لطير بنل سندباد قصاد وإلا بترتطن في الأرض وتعوف المحبة قط ولا تدفعه ودكاش نبضات العشق أقصاد وصل الفوديا بين اثنيا هذا يحط لو ذا حط صلاح الشياط وحب بقدر خلك حذر عقدر المحبة عاد رسول الله يقول أحبب حبيبك دون ما إفراط وحكمه قالها جدي يقل الصيد كثرة النض السلام السلام عليكم اليوم عطوني وقت زيادة يا جماعة الله يعطوني وقت زيادة والله يتشرح متشرف وسعيدة بتواجدي معكم وانا على يقين حقيقة بأن السادة المشاهدين خلف الشاشة أكيد مستمتعين بهذه الكلمات الجميلة عسانة عند اسم الضنبا اللي الواحد يستطرب يعني يقلت الطرب أو أنك تستطرب يوم تسمع موسيقى وهذا ولكن أنك تسمع شعر وتستطرب أنت وصلت لقمة الاستمتع حتى النص الشعري أستاذ علي له موسيقى خفية يشعرها صاحب الذوق الرفيع شرواك الله يسلم المتذوق كلما ارتقى ذوق وكان يمتلك ثقافة ويمتلك حس شعري شعر بهذه الموسيقى جميلة أنت شكرا لك شكرا لك حقيقة الله صلى الله طيب يعني سادة ماجدة الكلمات العذبة هذه والكلمات الجميلة هذه اللي نسمع نحن ويسادة المشاهدين مصدرها موين مصدر إلهام الشاعرة ماجدة الجراح وين أو شوه المصدر والله قد لا يختلف مصدر إلهامي عن بقية الشعرات سادة علي ولكن هو ليس مصدر واحد مثل ما يقولون عصفور واحد لا يأتي بالربيع فهي عدة مصادر لكن القاعدة الرئيسية لإلهام الشاعر أتوقع بالعموم الحياة تجهربها الأشخاص المواقف الذاكرة الذاكرة على فكرة من أكثر المحفزات اللي عندما تمر صورة قدام عينك أو تمر لقطة موقف يذكرك ينبش ما قد أكل الدهر عليه وشرب فتستثير في قصائد لي بيت أقول فيه كدت حسب أنه عدوي يوم خال البعد أسرج والصحيح أنه عدوي هو بقية ذاكرة يعني الذاكرة عدو الإنسان ليش أنا تصحي ما قد دفن وكان يندفن فعندما تصحي هذا الشيء تستثير الشاعر حتى أنه يبتو وأتوقع هي يعني منبع غزير لكل شاعر نعم يعني حقيقة هناك سؤال على الصعيد الشخصي بأن الشاعر لا بد أن يكون مثقف مطلع على الشعر مش فقط على الشعر الثقافة بشكل عام يعني حانا نتكلم ولكن السؤال أيضا هل لثقافة الشاعر دور في تميز قصائد أم لا ممكن يجيك شاعر مش مثقف أو بالأحر حتى ممكن يكون مش متعلم ولكن قصائد تكون مميزة هل الثقافة دور أم لا الثقافة دور كبير لكن التعليم مش هو نفس تأثير الثقافة كثيرين من جدود واللي كتبوا الشعر وعوشة بدخل في السويدي والجمري ما حصلوا على تعليم المناسب اللي يأهلهم أنهم يصلوا مثلا لمراكز معينة ولكن كان شعرهم يفوق أبناء هذا العصر بكثير لأنهم كانوا مثقفين الحياة أكبر مدرسة ثقفتهم إذا ما كنت تمتلك أنت معجم شعري خاص بك أنت كعلي اليمماحي معجم خاص أستطيع أن أعرف لما أسمع هذا القصيد هذه مفردات أستاذ علي اليمماحي هذه مفردات الشعر الفلاني ليه معجم خاص فيني أنا من ثقافتي ينبع من بيئتي من طريقة نظرتي للأمور يعني أيضا يحتاج كتابة الشعر لنظرة ثاقبة كيف تنظر لهذه الزاوية قد أرى أنا هذه الأرضية بيضاء وأنت تشوفها بيضاء أنا أصيغها بطريق مختلفة أنت أصيغها قد أراها غير سعيدة أنا أراها شيء جميل فهي أيضا طريقة تناول للمعطيات بلا شك التقافة ركيزة أساسية فيما يخص المعجم الذي يجب أن يحمله كل شاعر أنت ذكرتيني بوالدنا المغفور الله بإذن الله تعالى الشيخ زايد رحمة الله هذا البني آدم له قصائد جميلة أكيد واليوم يعني على نفس الصياق الحديث اللي أنت تحدثت فيه قبل شوي أي شخص فينا يلقي قصيدة للشيخ زايد سيدة تعرفها أن هذه قصيدة للشيخ زايد يعني اليوم ما أجدتني وأسمعها تقصد إذا كانت قصيدة الشيخ زايد على طول بعرفها من أسلوبها من كلماتها من مفرداتها صحيح على طول أنت نعرف طابع خاص طابع خاص أوجدوا هذا الشخص قوله نفسه ثقافته غلفت هذا الموضوع مثقف لن يستطيع أن يصنع نص شعري راقي صحيح مفقف مستحيل صحيح طيب بتسمعين شيء بعد أنا اليوم أدري اطمعت شوي ولكن يعني أتمنى العذر برنامج متسع لكن كانت القصيدة الأخيرة أسمح لي أقول لها قولي أو لا في قصيدة بعد عقبها قولي في قصيدة بعد عقبها قصيدة بعد عقبها اليوم ما راح نخلص اليوم هالله ما راح نخلص معناتها بنقول عندي قصيدة نعم تعطيني ثانية يا أستاذ علي فضلي خذي وقت جمع خلينا أقول القصيدة اللي قبلها مجهزة وبعدين هذه القصيدة اللي بقولها الآن صراحة من أصعب القصائد اللي كتبتها من أصعب القصائد أكلمني أستاذ محمد صالح السويجي أوجده تهية بالمناسبة نعم أصحي أولا المخرج جنبارك ماشي للمشاركة في مهرجان كلباء أكلموني تليفون نبغى قصيدة تتكلم عن الثقافة في الشارقة ودور الشيخ سلطان القاسمي وكيف نشأت الثقافة داخل الشارقة ومن ثم محليا ومن ثم عربيا وكيف توجهت قوافل للثقافة حسيت نفسي بكتب رسالة دكتورة صراحة جلست أسبوعين ما كتبت ولا حرف ولكن بعد ذلك سبحان الله في يوم أقول كيف 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 يقول لي بروفا عندنا بروفا بعد ثلاثة أيام أروح بروفا ما كاتبة وأنا أقول كيف جت في بالي هذا القصيدة وبالماسة بهديها لولدنا سلطان القاسمي حاكم الشارقة نعم أقول فيها يا كيف تنبت شارقتها حروف ضاد يا كيف تنبت شارقتها حروف ضاد قد شفت أرض ثمارها علم وثقافة يا كيف فكرة القاسمي أثرى بلاد منهجه نهر وينبت العلم بضفافة يحشد على الأمية جيوش وعتاد يرعب عقول مفارضة قبل اصطفافة سيف الأدب مكشوف مصلب لا غماد سلة لراس الجهل يومي مع قطافة صدر علومه ما رقب منها إراد مزنة حميل يروي الفكر جفافة سلطان كفح فارقه بين الأياد معجم أدب لها بصمة تكسي غلافة شالت بواف العلم حمول شداد ولا قد مناكب هشتك طول المسافة واللي خفاء محشود من ذو دحشاد أخفاء عن يسراء وقلام الصحافة هم اللغة له نذر في صدره سداد حسة وسمعة وبصميم العين شافة من زيت قنديلة كرم أجزل وزاد كنه عمر يوم من طفل فتلة مخافة ومن بوبكري القاسمي فيك امتداد رجعتنا يا شيخنا العصر الخلافة ميزان ميزان عدله بسخة كنه زناد يا عدل ويامن ثم ينام فضل غافة يجعل عمرك في سعادة وفي ازدياد ولك جنة ما بين نون الله وكافة تعداد ضبح العاديات من الجياد تعداد ما خط الشعر حرفه وقافة باسمك تظل الشارقة نبض الفؤاد بيت الأدب منزل فكر دار الغيافة ويستحق هذه القصيدة سلطان القلوب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم والله يستاهل بعد الزود نحن مدسرين الصراحة نعم الله يحفظ حاكم إمارة الشارقة أو يحفظ بيته في عمر أكيد شعرتنا هل يستطيع الشعر كتابه في أي وقت أم أنه له أوقات معينة يستطيع السالفة التي خبرتك عنها قبل شوي هي أكبر دليل أن الشاعر ما يقدر يكتب في وقت والله جلست أسبوعين ما قدرت تكتب حرف حسيت أني في معذب وأبقى أتكلم تليفوني بهم يا جماعة شلوني أنا ما قدر أكتب أنا أعتزلت أنا مش شاعرة فأحيانا الشاعر مش في إيدها مش الحين بجلس أعصر مخي أكتب فكرة لا في ظروف معينة لكل شاعر قد الشاعر الفلاني يحتاج مثلا إضاءة وجو مثل هالجو تجود قريحته شعراء خفافيش يحبون يكتبهم في الليل مش قاعدة طبعا لكن في شعراء بها الطريقة يحبون يكتبهم في الليل لكن أنا أتوقع بأن لكل شاعر طقوس معينة المكان له دور ما إلا دور أبدا أبدا في البعض يقول لك إذا رحت البر مثلا ممكن أنا أعرف أكتب أروح البحر أعرف أكتب لكن هل لو أنا موجودة الآن هني ما أعرف تكتب إذا رحت الحين على الشط أعرف أكتب ما أعرف أنا 90% من فصائدي كتبتها في أورفتي داخل البيت في نفس المكان أنا أكتب فيه أجلس ورقتي وقلمي في نفس المكان فما إلى دور المكان أبدا أستاذ علي نبع من داخل الشاعر وأبشرك بعد لا في جن ولا في شيطان ولا في إلهام ولا في اللي يتخبرون عنهم إذا حد عنده يعطينا رقامهم ما مش موجودية أدليل أبدا لا جن ولا شيطان ولا غيره ما شفتهم من ما تكتب ولا شفت وعد منهم منبع من الداخل موهبة ربنا غرسها في هذا الشخص لذلك يستطيع أن يجود ويكتب طيب لو قلت أستاذة ماجدا أن شو المشكلة اللي ممكن يواجهها الشاعر مشكلة كبيرة تعيقها حقيقة عن كتابة أي قصيدة خلاص يوقف مخه خلاص ما يقدر يكتب يعني يمكن المشكلة تخلي يكتب المشكلة عندما صابت الشاعر أنا تعمت أسأل شاء السؤال هذا على فكرة لأن فعلا أغلب المشاكل هي اللي تخليك تكتب أنت كشاعر فكل قصيدة منطلقة من عصرة مخ خلاص يسميها أصابتك مشكلة ضغطتك الحياة وين تخر تطبع القصيدة فهي المشاكل أيضا وليش أولك المواقف والمشاكل أيضا نشكر اللي يسوونا مواقف لأنهم يساعدونا أنا نبدع لهم يد في إبداعاتنا لهم دور في هذا القصيدة أكيد طيب ياريت لو نسمع حاجة من هذه الإبداعات بعد أستاذة ماجدة أدري تعب ناجي اليوم ويانا ولكن تدرين الكلمات الجميلة هذه الواحد فرصة ما تعوض الله يحفظك يا ربي عندي قصيدة أقول فيها صراحة أنا مجهزة قصيدة يعني ودي أني أقولها قوليها مرة خذي راح تجل أحيانا لما يكون الشخص مريض وروح المستشفى الطوارئ يسأل الدكتور كم قياس الألم عندك يقول لك من عشرة يسألوك سبعة ثمانية يعني المغص زيادة مثلا الصداع وايد فيسألك من عشرة فأنا جلست أفكر كسر الروح وكسر القلب لإنسان كم قياس الوجع فيها لو نعطيها من عشرة جاوب أنا قلت مئة من عشرة والله يمكن صحيح صحيح وتزود وتزود نعم نعم أكيد فهذا القصيدة أنا قلت فيها في مقاييس المواجع كيف كسر الروح يدرج وين فانفوا باي فيها يا جماعة في مقاييس المواجع وين كيف كسر الروح يدرج جيش تتقادح سيوفه وتندبح أساكرة لا هداحس لا هغبرة لا هأوسو لا هخزرج الضلوع اللي غزاها للمواجع حاكرة ما لي بخوض المعارك لي فرص في الغدر أعرج والجموح اللي حشدها للمواجع ماكرة كيف أرجي من حج وهو ظروفها دون مخرج ونور أمسة ما يشابه غير عتمة باكرة أسموح يا خفوق يولله إني منك محرج أعترب يعنيه ما كافر انها امسة عمسة ونورد أكتم الشق وعساها أقول يلا جلال تفرج دكوا الغارة بصدري ما نطقته شاكرة كنت حسب أنه أدوي يوم خيل البعد أسرت وصحيح أنه أدوي هو بقايا ذاكرة سلام عليك سلام عليك جميل صح لسامت شعرتنا قصيدة جميلة أكيد نختم فيها هذه الفقرة أكيد أنا شاكلة تواجد سعيد جدا هذه الفقرة للذكرة حقيقة على الصعيد الشخصي لنا بالمثل والله مشاكلين وجودنا الله سلمت نتمنى تكون لقاءات أخرى إن شاء الله دائما تجمع هذا وعد منك أكيد دام الفجيرة تجمعنا إذن الشعر يجمعنا وشكرا لك يا أستاذ علي دائما مفتع متألق وتمنياتنا لكم البرنامج الله سلمت الشعر ماجدة الجراح شكرا جزيلا لك سيدة الفضل على تواجد معنا اليوم الله يفضل ومساكم خير نعم مشاهدين فاصل قصير وسنعود إليكم انتظرونا نعم مشاهدين أهلا بكم من جديد شاركة أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في معرض أبوظب الدول بالصيد والفروسية وقدمت من خلال جناحها في المعرض جميع أنواع الفنون البصرية من رسم وخط عربي ونحت حيث تتمحور هذه الأعمال حول الصيد والفروسية والعدات والتقاليد الإماراتية أيضا والتي تناقش مختلف الأفكار الإبداعية المزيد مشاهدين من التفاصيل في فقرة هنا للفجيرة نعم مشاهدين وللحديث عن هذا الموضوع رحبوا بضيفتنا في الستيديو الوالدة شيخة محمد القايدي وهي مشاركة في معرض أبوظبي الدولي بالصيد والفروسية مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميل أهلا سهلا فيك ونورتيني أهلا أستاذ نوري وجودكم الله سلمت يوم رحبابت يعني أول شيء أكيد نحن نتكلم عن مشاركتك في المعرض أكيد اللي هو معرض الصيد والفروسية في بوظبي كانت الصراحة تجربة جدا جميلة الصراحة كان المكان وأكاديمية الفجيرة والمعرض كان قمة الروعة نعم وأكيد كانت لمشاركتك هذه بصمة متميزة بريتك وتكلمين عنها بصمتي أنا تتكلم عن ورشة التلي بين الماضي والحاضر فكانت لدي أنا دور أنا أقدم ورشة التلي حق الزوار وحق الأطفال اللي يون هناك نعم فالحمد الله كانت بعد أكرم الروعة الصراحة الحمد لله الحمد لله الله يعطيتي الصحة والعافية عافية ربي يستطل أم سيف دعنا نتكلم عن التلي تحديدا من كم سنة وانت يتخدمين التلي وكيف تعلمتي من اللي علمت من كم من سنة من 1987 أشتغل على التلي وكان من عمري 11 سنة ما شاء الله عليك وعلمتني يا زوج أبوي الله يذكرها بالخير الله يذكرها بالخير وكنت أول ما كان عندنا أجهزة مثل الحين الآيباد والشغلات هذه وكنت أتسلة حسنا فيها فيها شيء يعني نفس اللعبة وحب هذا وتم تتعلم ما حسيت في البداية أول ما يتشتغلتي وانت يوم نعم أن الصعبة وهذا لأنني أنا شوفها معقدة ما أعرف ليش هي معقدة يعني صعبة يعني كيف هي معقدة اللي ما يعرفها بس الحمد لله تعلمت صح خبصت بداية ما في ما في واحد يبدأ من وش اسمه من أول شيء بنشف يمشي لا لازم يطيح وينشو وينشو لما يتعلم الشيء فالحمد لله حابة تنهى الشغلة يعني انت ما شاء الله من 1987 وانت تستغلين عليها وبالطريقة التقليدية وصار حين مع التطور يعني أنا شوف الشغلات الجميلة هذه من براقع وهدوب وخيوط والأمور المثل هذه وهذه الشنطة الجميلة اللي أنا يعتني معلومة أنها ضربة ترند ما شاء الله على الشنطة هذه فأيضا يعني خبريننا كيف قدرت تدمجين التلي مع الشناط والتركبين في الشناط وأكيد أنا على يقين وأنا مرة متأكد أن التلي هذا بإمكان تركبين على أي حال مش بس شنطة أكيد نعم فأنا يوم نعرض علي نروح نادي الصيد والفروسية أبوظبي نعم مركز غرس للأسرة المنتجة نعم تكلمتني لأستاذة مريم كانت تقول اليوم سيف عندني شورشة ورشة تلي فقلت أنا أبا أتميز بشي مميز بشي خلقايدي ما أبا أكون نفس تقريد الحريم الباقيات نعم فالحريم الباقيات طبعا الكلم سوي طبعا الكندورة تلي ركب على الكندورة واستوب هذا كان في الأصالة اللي هو الماضي نحن نسمي الأصر يعني الأصر ولين اليوم أظني ولليوم وما زال حين بعدين حين رجع مرة ثانية اللي الحين ردت موضة التلي نعم ردت نعم فسوينا على المداخن سوينا على المدخنة سوينا على المزهريات على الصرود على المغطى على الحارات الباردات المهم ما لتقديم الضيابة الطعام لكن نعم ضيابة وعلى الدلال على كل شي على محافظ على بعد فيه ما بيقول أنا أول إماراتية بس أنا أول إماراتية أركب التلي على الجنطة الماركة سلام يعني أنا شو بغيت بغيت أوصل للشباب الشباب طبعا نسوا التلي ما يعرفون التلي فحتى كانت إتيني أسئلة أنا قاعدة أشتغل على السدو بلتهم لا أمي أنا ما أشتغل على السدو أنا أشتغل على هاي التلي هاي التلي وكنا نستخدم الماضي على الأشياء على بس كندور والثوب على شيء ثاني بعد فالحين حاولنا ندخل في عدة أشياء وأنا حبيت أتميز بالجنطة يعني يكون شيء مختلف عن البقية هذه أنا أشوفها سيف سمحيلي أنها خطة عبقرية بأنك أنت ما شاء الله عليك تبين تدخلين أو تبين توصلين رسالة وهذه الرسالة من الموروث التراثي الإماراتي وانعاداتنا وتقاليدنا وشغلنا وشغل أمهاتنا ويقداتنا أكيد تبين توصلين هذه الرسالة للجيل اليوم من خلال الشنطة والشنطة التي هي شيء يديد مستحدث متطور يديد فتبين تذكرين هم بهذا الموروث من خلال هذه الشنطة هذه طريقة ذكية طريقة عبقرية صراحة أنا أشكرت لأنه معياننا يطالعون الشيء الماركات بالضبط هذا اللي أقصد أنا يركضون وراء الماركات ما يعرفون حتى تخيل أني واحد ما شاء الله ولد قد ولادي يقول لي خالتي هذا السدو وقل لي لا أمي هذا تلي يعني تخيل ما شاء الله ولد عمره عشرين سنة ما يعرف التلي من السدو فهم يركضون وراء الماركات فأنا يأتهم بطريقة أنهم يحبون الشيء وما شاء الله حتى ويدين يوني يعني الصراحة نانت نانت عجاب الجميع الشانطة ما كنت منتوقع الصراحة ما كنت منتوقع أنت ما شاء الله عليت اشتغلت عليهم في ملعبهم قال عقولتهم يعني الأشياء المتطورة هذه ملعبهم هم الجيل الحديث نتكلم وأنت يبتل الأشياء القديمة التراثية هذه واشتغلت عليهم في ملعبهم وتقبلوها بدليل أنها ما شاء الله وصلت ترند الناس كلها تتكلم عن هذه الشنطة شنطة التلي يعطي كل عافية أم سيف بس كم من المدة اللي خذت منها شوائد لا أنا يوم واحد مجرد ساعتين لأن كل شي كان متوفر عندي إذا كان التلي مش متوفر عندي التلي إذا كان موج موجود أبالي من أسبوعين لثلاثة أسابيع يعني المدة هذه نعم فأنا كميت يوم واحد إذا كان تختلف بين اللصب والخياطة الخياطة ممكن تطول بس أنا مسويتينها كنموذج لكن إذا كانت كانت شي ثاني لا بتكون بالخياطة يعني يبهل يوم واحد بس فكرت أم سيف تدخلين في التجارة كونش أنت قدرت تسوين هذا النوع من الشناط وكذا والترتيب والشغل هذا ما فكرت أنت تدخلين في عالم التجارة من خلال أكيد أكيد فكرت يعني لو ما يتني هالفكرة ما سويتها فأنا لازم أكون لدي شي خاص فيني أنا بصمة لشيخة القايدي فحبيت هذا الشي فأتمنى إن شاء الله إن شاء الله بإذن واحد إن شاء الله طيب في خطة أم سيف أنت تعلمين الأشياء التراثية هذه للجيل الحالي بحد من عيالك من عيال أخوة من عيال أخوة من عيال قريبكم أنهم يمارسون الشغلة أنا أقول ليش ما نبغي الأشياء هذه تندثر وتروح ما نبغي نوصل لسنة من السنين أنهم سيف أننا ما نشوف تلي خلاص ما نشوف البراغع ما نشوف الهدوب ما نشوف الأمور المثل هذه نبغي ها تستمر معنا فبتعليمك أنت للأجيال والأجيال تعلم الأجيال اللي بعدها نضمن استمرارية واستدامة بهذا الموروث الثقافية أكيد أنا أتكلم وأعطي دورات في المدارس والمراكز ما شاء الله عليك من 2006 أنا في المراكز الثقافية والمدارس فسبحان الله والله ودي ودي أن العياننا يقبضون نحن ما نعمر نحن كل إنسان الله يعطيت الصحة والعبو نحن نحن ما نعمر نحن خاطرنا أن هذا يتم خاطرنا ما نلبس نعلم عيان نعلم عيان عيان غيرنا كلهم عياننا فنبع هذه الشغلة التم مثلا عندنا السدو الغزل عندنا التلي عندنا سفافة هذه بعد العمر الطويل نحن ما نتم نحن رايحين رايحين صح ولا لا نبع الجيل الحين الجيل التكنولوجيا يتعلمون على هذه الشغلة يعني شغلة أيدودهم وأباهم يعني هذا هذا تراسهم فإذا هما يودون منه بيقبضة نعم أكيد إذاكم أنتوا الجيل الذهبي أنتوا الجيل الجميل الجيل الطيب الجيل اللي نتعلم منه الجيل اللي له وقار وله احترام وله تقدير ولو شو ما سوينا والله ما نطلع من يزاكم لين نموت نعم والله يعطيكم الحافية حقيقة الله يطول في عمرك يا ربي ويحفظ يعني نبع نروح نرجع شوي للشنطة هذه عيبتني بسم الله تبارك الرحمن ما أدرك كيف ردت فعل الناس كانتهم سيف على الشنطة هاي شو قالوا وايد لفتت انتباه الجميع حتى كان واحد دار المعرض كبرى وياي يحتشر عليه يقول أن ورد المعرض كله ما أندرش أنت يهني يعني كان يشوف أن خالد الخالدي طاف وصور الجنطة طاف وكذا مشاهير وصور الجنطة يقول الجنطة أنا مجرد عرض ورشة التلي التلي وشو كنا سابقا نستخدمها وشو نحن نقدر ندخلها في عدة أشياء أبوصل حق عياننا بهذه الرسالة نحن الروم ما نتقيد بالتلي بس مجرد ملابس لا فكذا حاية نعم طيب يعني في شنطة أنت سويتها غيرها هاي سويت سويت كذا شنطتين أنت بعدش ما دخلت في موضوع لا بعدني ياتت طلبات طيبة أن نشتري ونشتري نيت يات حتى منذر المزكي منزل مسكين في حسابه ويوم أدخل في حسابه أشوف المتابعين يقول نبأ رقم الحرمة بيأسيلي بحدون عنا رقمي يا سلام إن شاء الله الله يرزق إن شاء الله من واسع أبوابها أكيد أمسيف حرفة التلي تعتبر من الحرف القديمة عندنا في دولة الإمارات ومن الموروث الشعبي والتراثي أكيد القديم نعم فكيف في الوقت الحالي كيف تشوفين الناس أو إقبال الناس على التلي في ناس يعني تتعنى عشان تشتري التلي وتشتري الكنادير المخورة بالتلي والأمور الحين في الفترة هذه الحين صار إقبال كبير 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 جدا حتى المرض الضيافة يعني يتميز كل وحدة تتميز بلون في بيتها مثلا وقت المناسبات وقت اليام الوطني وقت العياد وقت كل وحدة تكون لها بصمة بلون معين مثلا الصرود المغطف الشغلات هذه كاملة وردت الكنادي ورد من الثيبان رد كل شي حين رجع من أول جديد الحين نعم ما شاء الله عنك طيب يعني هذا المنتج أو الشنطة هذه يجمع بين التراث وبين الحداثة أو الشي المتطور بداية لدخولك أيضا لعالم التجارة عن موضوع التجارة في نية بأنك أنت تفتحين محل لهالماركة وتطلقين عليها اسم ماركة معينة تخص أم سيف شيخ القايدي أو لا ناوية لا إن شاء الله النية موجودة لكن الدعم إن شاء الله وتنطلقين بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله أنا أتكلم على الخيوط والهدوب الخاصة بالتلي تحصلين مشاكل ما تحصلين هم غاليات مثلا لا الحمد لله أوكي ممكن الخيوط الحرير ممكن شوية غالية بس القطل لا جدا هذا بس كان سابقا إذا كان نتكلم عن الماضي هي لأن تعرف أول كان الفضة والذهب ما كان عندنا ألوان حق الزري نعم نعم فالحين الحمد لله صار الأشياء أرخص لأن دخل الزري الدخل الاصطناعي مش الفضة والذهب نعم لأن هذا اللون وهذا كل اللون الذهبي والفضي بس الحين متوفر الحين كل شيء متوفر لله الحمد اللهم لك الحمد أنا سعد جدا بتواجدت معي لي الشرف ولي العزة ولي الفخر بأن أم سيف أم من أمهاتنا أكيد القدامة اللي يملك من المخزون التراثي الكبير تواجدت معي في يوم الأيام هذا يحسب في يعني لصالحي أنا لشغل الإعلامي أنا أتشرفت فيه أم سيف الوالدة شيخة محمد القايدي مشاركة في معرض أبوظب الدولي للصيد والفروسية مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة شكرا جزيلا لك سيدتي الفاضلة على تواجدت معي اليوم شكرا الله يزعي والإستاذ الله يزعي الله يزعي الله يزعي ومشكورين ومشكور آكاديمية الفجيرة يعطتنا الفرصة ومركز غرص بعد شكرا لهم شكرا شكرا جزيلا لأنهم أول فضل ربي وبعدين هم وليما وصلت هالمكان لله الحمد الله يزعي الله يزعي الله يزعي أنتم مشكورين أنكم عطتوني فرصة أن أشارك اليوم في قناتي وفي جيره أنت تأمر علينا أمر يمصي تسلم الله يحفظ إن شاء الله شكرا نعم مشاهدين أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سيعود إلى أرض الوطن في الثامن عشر من سبتمبر الجاري بعد رحلة تأهيل ومراقبة طبية في الولايات المتحدة الأمريكية أقبع عودته من رحلته من محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم المهمة جرو سيكس للمزيد من التفاصيل حوله هذا الموضوع في سياق التقرير التالي فنشاهد معا يعود رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى أراضي الوطن يوم الاثنين المقبل في الثامن عشر من سبتمبر بعد عودته إلى الأرض في الرابع من سبتمبر الجاري بعد رحلة ناجحة امتدت ستة أشهر إلى محطة الفضاء الدولية ليسجل بذلك إنجازاً إماراتياً كأطول مهمة عربية في الفضاء ونجح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب دامت لستة أشهر في محطة الفضاء الدولية وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تصهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية ضمن البعثة التاسع والستين في شهر أبريل الماضي والتي استمرت نحو سبع ساعات لتنفيذ عدد من المهام الأساسية كالصيانة والتحديث علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة حيث تشكل الطاقة الشمسية دورا محوريا في تشغيل محطة الفضاء الدولية وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها عودة سلطان النيادي ليست مجرد عودة شخص في زي رواد الفضاء إلى الأرض بل هي عودة بطل يحمل معه رسالة قوية للشباب الإماراتي والعربي بأن الأحلام يمكن تحقيقها إنه إلهام للأجيال القادمة لاكتشاف المجهول والتفوق في مجالات العلوم والتكنولوجيا مع مشاهدين عودة حميدة يا سلطان وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة أكيد يهدف مجلس شباب اللغة العربية مشاهدين الكرام إلى تعزيز ونشر اللغة العربية وثقافتها بين الشباب ويعتبر واحدا من الجهود المهمة في الحفاظ على الهوية والثقافة العربية وتشجيع استخدام اللغة العربية بين الأجيال من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات تفاصيل أكثر مشاهدين الكرام سنتحدث عنها مع ضيفنا عبر الهاتف مباشرة المهندس محمد عبدالله الحساني وهو عضو مجلس شباب اللغة العربية التابع لمركز الشباب العربي أهلا وسهلا فيك سيد محمد حياك الله أخوي علي وأنا شكرت على الاستضافة الله سلمك العفو هذا واجبنا أكيد بداية ياريت لو تحدثنا عن مجلس شباب اللغة العربية التابع لمركز الشباب العربي وما الهدف من هذا المركز طبعا أخوي علي مجلس شباب اللغة العربية هو ثمر الشراكة في الحقيقة بين مركز الشباب العربي ومركز أبوظبي للغة العربية ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة وأيضا مركز زايد لبحوث العربية التابع لجامعة زايد تم الإعلان طبعا عن الأعضاء في يوليو الماضي وأعلنت أن انطلاق أعمال المجلس معالي شم المزروعي وزير التنمية في المجتمع وأيضا ناعد رئيس مركز الشباب العربي عدد الأعضاء 23 أضوا وهم الحقيقة من أقطار عربية مختلفة وأيضا عندنا من الأعضاء من هو فيه مثلا من جمهورية الهند واليابان فتم تتنوع كبير بين الأعضاء ولكن الرابط المشترك بينهم جميعا هو حب اللغة العربية وحب توظيفه في مجعلاتهم المتنوعة أهداف المجلس إذا تكلمنا عن الأهداف فهي في الحقيقة أهداف متنوعة ولكن تصب جميع هذه الأهداف في هدف واحد أسماء وهو تعزيز حضور اللغة العربية في الشارع العربي كما كانت في السابق لا فيما بين فئة الشباب نعم طيب أستاذ محمد حقيقة وفي نفس السياق الذي يتحدث عنه يعني مؤخرا التحديات دخلنا نقول اللي تواجه حقيقة اللغة العربية في الوقت الرأي اللغة مثل ما هو معروف بالجميع أخوي علي تواجه تحديات كثيرة وكبيرة حقيقة أول هذه التحديات هو العزوف عنها عزوف الشباب عن اللغة العربية إلى غيرها من اللغات في المجالات المختلفة المتنوعة وليس فقط في التخصصات العلمية بالمناسبة من أسباب ذلك طبعا الصورة المشوهة للغة العربية وأنها لغة صعبة وتم تفارق كبير بينها وبين العامية إلى درجة يستخيل معها أن يتعلم الناس هذه اللغة هذه اللغة جميلة وسرية ولكن تحتاج من يتأمل فيها ويصبر أغوارها يقول حافظ إبراهيم أن البحر في أحشائه الدر كامن انتهى الفأل الغواصة عن صدفاتي فلابد أخوي علي أن نبحث عن هذه الصدفات نعم أكيد وحتى أنا أذكر في فترة أطلعت مقولة هذه لا أعلم حقيقة يعني مصداقيتها بأن اللغة العربية أصعب اللغة في العالم يعني هذا ما قالوه عن اللغة العربية ولكن لا نعرف حقيقة مصدر هذه المقولة ما هي الأنشطة أستاذ محمد والفعليات والبرامج أيضا التي يقوم بها مجلس شباب اللغة العربية لتعزيز اللغة العربية طبعا مع أن المجلس أنشئ حديثا إلا أنه اجتمع أكثر من مرة حقيقة والأنشطة والبرامج التي قام بها مختلفة وفي ازدياد مجرد حضور المجلس أخوي علي في أكثر من سعالية عالمية هو بحد ذاته إنجاز لمجلس لم يتعدى عمره الشهرين فقط كان لنا حضور في المنتج الدولي للإتصال الحكومي وأيضا سيكون لنا حضور إن شاء الله في مؤتمر الأطراف 28 كوب 28 وأيضا غير ذلك من المشاركات التي ستصحبها بإذن الله عدد أو سيصحبها عدد من الأنشطة أيضا إلى جانب ذلك إذا جد جديد كما يتعلق باللغة فإنك أخوي علي ترى مجلس شباب اللغة العربية من أوائل من يبادر إلى مناقشة هذه المستددات طبعا آخر ما نقش حقيقة هو إضافة عدد من الكلمات إلى مجمع اللغة طبعا إلى اللغة العربية عن طريق مجمع اللغة العربية بالقاهرة وكافة مخرجات هذه المناقشات تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المتنوعة نعم أستاذ محمد أيضا وفيما يخص الجلسة الحوارية التي كانت في المنتدى الدولي للإتصال التي كانت بعنوان ضاد تنطق على طريقة الشباب يريد لو نتحدث عن مشاركتكم فيها أيضا نعم هذه الجلسة ضاد تنطق على طريقة الشباب هي من تنظيم المجلس كانت مكونة من ثمانية من أعضاء المجلس فكرة الجلسة هذه أخوي علي هي أننا نريد أن نقول للناس أن اللغة العربية هي لغة سرية نستطيع أن نوظفها في شتى المجالات الأعضاء الذين حضروا وتحدثوا عن تجاربهم هم من خلفيات تعليمية مختلفة ومجالاتهم متنوعة ولكن الرابط بينهم هو أن كل واحد منهم حدم العربية في مجاله عندنا مثلا أحد الأعضاء هو مختص في الذكاء الاصطناعي هناك من تخصص في صناعة المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي صناعة المحتوى الترفيهي المانغة العربية المسابقات الحرف اليدوية الخط العربي أيضا في التأليف والكتابة والربط بين اللهجات والفصحة تخصصات كثيرة حقيقة يخدم كل واحد من هذه التخصصات العربية بشكل أو بآخر نعم طيب أستاذ محمد هل المجلس يعمل على تعزيز اللغة العربية في بيئات التعليم أيضا أم لا بالتأكيد نحن نعلم أخي علي أن الشباب فئة كبيرة منهم هم طلاب يعني سواء في المدارس أو الجامعات أو المعاهد فجذب الشباب وتعزيز اللغة العربية في أوساطهم سينعكد حتما على بيئات التعليم نعم طيب كيف تعود أنشطة المجلس بالنفع على فئة الشباب تحديدا نعم طبعا السؤال الذي يعني أيضا نحن نريد أن نتطرق إليه لماذا الشباب أولا الشباب كما لا يخفى على أحدهم صناء المستقبل وعليهم المعول إذا كان العزوف عن اللغة العربية هو من الشباب أنفسهم فلا بد أن تكون هذه الأنشطة موجهة للشباب صحيح بعض الشباب قد يتساءل يقول كيف لي أن أخدم العربية يعني تخصصي مثلا علمي بحث درسته باللغة الإنجليزية فمثل هذه النماذج التي نصدرها إلى الشباب العربي كفيلة حقيقة بأن تبين أن العربية قادرة على مواكبة جميع العلوم ونستطيع أن نوظفها في شكل المجالات نعم وهل هناك فرص أيضا للشباب لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات معينة عبر المجلس نعم طبعا هذه الفعاليات والأنشطة التي ذكرتها هي بالحقيقة فرصة للشباب لتبادل الخبرات يعني مثلا جلسة الأمس أثارت فضول بعض المهتمين فطرحت أسئلة عديدة من قبل الحضور المهتم بموضوع معين إذا رأى أن غيره مثلا وظف مجاله في خدمة العربية واستخدم العربية في مجاله فإنه يتشجع ويعرف أكثر عن آلية ذلك التوظيف وكيف السبيل إليه نعم كل المنيات طبعا بالتوفيق لكم المهندس محمد عبدالله الحساني عضو مجلس شباب اللغة العربية التابع لمركز الشباب العربي شكرا جزيلا لك سيد الفاضل على هذه الداخلة العفو شكرا لكم أيضا على الاستباثة الله يحافظك يا مرحبا نعم مشاهدين فاصل قصير إن شاء الله وسنعود إليكم انتظرونا أهلا بكم الجديد مشاهدين الأعزاء يمثل اليوم العربي للتطوع تظاهرة سنوية يشارك فيها المئات من المتطوعين في جميع أنحاء العالم العربي وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الوعي بأهمية التطوع ودوره في بناء المجتمعات المزدهرة وفي اليوم العربي للتطوع ينطلق العرب بشغف وحماس لتجسيد روح التضامن والعطاء من خلال المشاركة في الفعاليات والأنشطة التطوعية المتنوية المزيد في فقرة إماراتنا نعم مشاهدينا رحبوا بضيفي في السوديو المتطوع سلام مرسل أهلا وسهلا فيك ستاة أهلا فيك ستاة يا مرحبا بك الله يحفظك الله يسلمك طبعا حقيقة أنا أسعد يعني جدا وأتشرف بالأشخاص أمثالك من المتطوعين هذه الفئة حقيقة الفئة الناس يملكون حس مرهف حنينين إنسانية إنسانية بمعنى الكثير نعم يعطيك ألف عافية حقيقة وأنا سعيد جدا بتواجدك أكيد بداية ياريت لو نتحدث عن دور اليوم العربي للتطوع في تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع العربي الثقافة موجودة أكيد الثقافة موجودة ولكن ماذا تحتاج حقيقة كمتطوع يعني في العمل الإنساني نعم هاي احتفالنا نحنا مش بمثل بقولوها احتفالنا هو شغلة فرحة عامل فرحة إنسان تقدير الدولي اللي نحنا عايشين فيها دولة الإمارات الحبيبة بمجالاته بكل مجالاته حتى في احتفالكم باليوم الخاص فيكم تسعون للتطوع والمبادرات الإنسانية نحنا أكيد هاي شي مبادر داخلي بالإنسان يعني شي هذا الطيب اللي قدمه للإنسان بكل مجالاته يا السلام عليكم يا سلام الله طيب شو اللي خلاك يعني استاذ سلام بأنك أنت تدخل في هذا الجانب التطوعي متى بدأت وشو اللي خلاك أصلا تنذذب لهذا الجانب أنا صار لي بهالبلد الكريمي من 2009 تقريبا ماشاء الله سوريا جنسية ونعم مسبعة نعم أنا بعتبر حالي واحد فرد من أفراد مجتمع الدولة الإمارات العربية المتحدة وحب البلد هون بلدك الثاني يا سلام ونظرت إلى الحياة هون بطيبة وبشعبها الطيب احنا بلد مرحب سلام الحمد لله رب العالمين كلنا أخوى على أرض الإمارات الإمارات الخير كلنا أخوى علي فيكم البركة فشي واجب علي أنا كبلد صلي عمر فيها أني حتى لو بالتطوع يعني شي إنساني لاقي لي بيني وبين رب العالمين أني قدم جزء من هالشي لهالبلد اللي أنا عايش فيها يا السلام عليك يا السلام عليك طيب الأنشطة التطوعية اللي شاركت فيها وشو كان دورك فيها خلنا نقول مشكلها طبعا ما شاء الله لا تحصى يعني أكيد أكيد ولكن أبرزها في تطوعات بتكون مؤثرة فيك داخلك نعم هي كان أول تطوع العصى البيضاء رحنا مجموعة من المتطوعين العمي يعني الناس اللي ما بتشوف كنا لبسين نظارات ما بتشوف وحملين أعصية كمان عصي يعني ومشينا مع الناس اللي ما بتشوف وكان شي شعور إحساس بالناس اللي بهالناس هاي الفئة المعينة يعني وفي خيالة خيالة مع شرطة دبي لأصحاب الهمم أطفال وقت بيجي الطفل بكون مرتبك عب يبكي ما شاء الله سبحان الله بس يطلع على الخيل بنمشي فيه نحن مندور معه كلياً بتغير يبتسم يضحك لنا الحمد لله شي شي طيب كان نعم أهم أعصف على المقاطعة أهم التطوعات اللي كانت يعني إلى أثر كبير وأثر يعني الخير عم لبرة من دولة الإمارات الحبيبي وقت جسور الخير جسور الخير هاي كانت إغاثي لمنكوبيل جزلزال بسوريا وتركيا كان أنا إلي شرف بمشاركة هالحملة كانت بأماكن متعددة بس كان فيه ثلاثة أيام هذول اللي قدرت أنا شارك فيهم الحلو بالموضوع أنه مش والله جنسية معينة هي اللي متواجدة بالأمر ما شاء الله من كل الجنسيات ودليل أنه بلد بلد الخير بلد التسامح بلد العطاء اللهم لك الحمد دولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله الإمارات بلد الإنسانية بلد الخير بلد الإنسان نحن لا نفرق أبدا بين جنس أو عقيدة أو دين أو ملة أو أنت شو جنسيتك ولا أنا شو جنسيتي نحن التعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة أستاذ سلام تعامل أخوي تعامل ودي تعامل إنساني نحن ما نفرق أبدا لا نعلى على حد ولا حد يعلى علينا كنا سواسية اللهم رك الحمد وهذا نهج القيادة الرشيدة اللي أوصتنا عليه من من سنين ونحن فيه اللهم رك الحمد ونحن نربي عيالنا وأجيالنا على هذا النهج واللي انتهجناه من قيادتنا الرشيدة الحكيمة اللي الله يطول في عمرها ويعطيها الصحة والعافية أكيد فالحمد لله ربعا هذا خلاص مبدأ وسمى معينة في الواطن الإماراتي وعلى الأرض الإماراتية أكيد اللهم رك الحمد الله يسلم طيب كيف يمكن يعني للأفراد الآخرين المهتمين في المشاركة بالعمل التطوعي أنهم يبدأوا وشال النصيحة اللي أنت ممكن تقدمها لهم واحد يبغي يتطوع بس مش عارف كيف أستاذ الكريم التطوع شي نابع من داخله للواحد أنا بوجه لكل شخص عنده دافع الإنسانية المحبة ومجال التطوع ما شاء الله كبير يعني ما توقف على التطوع بس للخير أو ما شاء الله عندك بتعيش الحالات كلها يأتي من فرح من حزن يعني الله يبعد الحزن أكيد الله يبعد الحزن الحزن يبعدنا عنه مسافات بعد بس أنه بتعيش الحياة بطبيعتها لأنه متوفر أكثر من مجال التطوع أنت اللي تحب تطوعه والتطوع فيك بأي منصة الإمارات لتطوعه بتقدر بتشوف ما شاء الله الفرق هون الفائز اللي بده يقدم اللي عنده اللي يشوف الخير بهالبلد لا يقدمه لا يساعده لا يكون فيك تقدم بالمنصة هاي منصة الإمارات بتشوف التطوع اللي بناسبك إنت على حسب شغلك ما بدك كمان بدك تنسق بين شغلك ووقت فراغك ووقت فراغي بدل ما أمضي بالآيباد وبالتلفزيون والأمور لا بحضر أنا بروح بتطوع على الأرض بعيش الحياة ما وقتي بيمضى بالسريع يعني تستمتعون أنتو سلامة أكيد نستمتعون ووقت أنت داخلك حابب هالشي بدون تردد أنت بتستمتع وبتكون أنا لأني لأني ليش قلت لك تذي سلام أنا في متطوع سألت قلت لي يا أخي أنت تسوي الشغلة هذي أو الموضوع هذا وما تحصل المقابل وبشكل يومي وين المتعة في الموضوع وين الفائدة في الموضوع وكيف يعني وتعب حالك من هالكلامة فقال لي يا أخي علي ما راح تفهمني يقول لي ما راح تفهمني أبغا غير لما تكون في مكاني أنا أحس بمتعة مش طبيعية أقسم بالله قال والله أقسم لك بالله أنا أحس بمتعة مش طبيعية عمرك ما راح تحس فيها إلا أنت تشتغل هالشغلها فاكتشفت من كلامه واستشفيت من كلامه أن هالإنسان قاعد يشتغل بحب بشغف مع أنه لا مقابل ولا أول ولا آخر أجر رب العالمين أجر رب العالمين هذا يكفي بحد ذاته عن أي مقابل أكيد ولكن يلقى المتعة قلت له أنت فعلي المستمتع مش تعبان قال لي والله مش تعبان ومستمتع وما بغي أخلص تقدير الكلمة شكر نظرة عامل أو نظرة إنسان لإلك بتقديم هالشي لإله فرحته هون بتشوف السعادة داخلك بتشوف بتقول أنه أنا صحيح أنا ما قدرتي أني كمتطوع الحمد لله يعني الأمور مستورة بس أنه ما ما تقدر تعطي لو ما صحت لك هالفرصة التطوع للخير التطوع لإنسان بتشوفه بتسلم عليه كله فرح وإنسان يوقتي بتعطيه هالغرض أو بتعطيه يعني الفرح على إله كب بايت مي أو شي هالأمور إذن سعادة المتطوع في إسعاد المحتاج سعادة الناس سعادة الموجودين اللي عبر تساعدهم نعم طيب يعني هناك سؤال حقيقي أنا يعني ما بغي أسألك لأن السؤال هذا يجب أن لا يكون أو التحديات اللي تواجهكم أنتو كمتطوعين يجب أن لا تكون هناك تحديات وأن يكون كل ما يلزمكم يكون موجود لأنكم أنتو في الآخر فئة تعمل بدون مقابل تعمل طلبا لأجر الله عز وجل فقط تعمل للإنسانية تعمل للخير فيجب فيجب أن لا تكون هناك عوائق أو تحديات تواجهكم وتعيق عملية التطوع هذه العوائق اللي بتصير هي مو بتعتبر عوائق لأن أنت تطلع للتطوع بتطوعا منك تكون قاصد هالشي أنت بك تكمل مهمتك اللي رايح عليها من بداية لنهاية صدفتك أخطاء صدفتك معوقات بهالتطوع أنت بالنهاية أجرك عند رب العالمين محتسب عليه ونحن بتصير كثير أمور يعني مش كثير ما أنا نقول كثير كثير بس بتصدف نادرا ما يكون فيه خلافات أو شي يعني بها الموضوع بيكون الاتفاق بيكون قبل بيوم بشي وبعد ما يصير الحدث تختلف الأمور كل بس مثل ما قلت لك هالأمور هاي منشيلة على جنب نحنا ما منطلع عليها هدفنا هدفنا سامي هو التطوع ومشاركة البلد بهاي الأمور نكون جزء لو بسيط يعني بخدمة هالوطن الكريم الله يسلمكم طيب السلام كيف يمكن للمؤسسات والمجتمعات أيضا دعم المتطوعين وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع أنا كموظف بمؤسسة مؤسستنا ما شاء الله مش مقصرة بتقديم البعث الإيميلات في قسم مخصص لهالأمور هاي التطوع وعلى طول بخبرونا بالتطوعات وهالأمور فأنا بنصح كل شركة أنه تشارك بالتطوع وفي أحيانا عم بتصير شغلي حلوة بالتطوع مش والله أنا كجهة رسمية عم بعمل تطوع لا عم بشارك عدة جهات عدة شركات عدة جهات ناس أنه بهالتطوع هذا للخير طبعا بالنهاية كلهم وجه طيب برأيك والشخصية المتطور شو ممكن يحصن الفائدة تغير بشخصيته وتغير أنا بحكيك كشخص متطوع أنا كان دوامي من الصباح والظهر بعض الظهر نام ممكن أحكي هلأ حياتي حسيتها في تغير بالحياة في معالم بالبلد هون أنا ما كنت عرفها أنا صلي من الألفين وواحد بأمارات الحبيبة في معالم ما بعرفها أنا التطوع هذا جاء يعني خلاني أن أشوف مناطق جديدة بدولة الإمارات العربية والمتحدي وإلي الشرف بالبداية وبالنهاية ولآخر عمري بهالبلد إن شاء الله التقديم اللي بقدر عليه هل لديك خطط مستقبلية أيضا في مجال العمل التطوعي والله أنا جاهز كمتطوع أن يكون مع أي فئة تعمل الخير تقدم الخير وليس ضروري أن تكون جهة مشهورة أو شيء لا أي إنسان بشوفه خير أنا بالطريق إذا بشوف حدا متعطل أو شيء بوقف أنا مصاب كنت بحادث ومع كل هيك شفت مرة يعني هاي حس داخلي جواته الواحد ساعدته طلعته برات الشارع والحمد الله يعني البلد هون بلد خير بلد طيب وابتسامة شخص لا بتعرفه لو بيعرفك هاي بتحس داخلك أنه والله أنا عايش ببلد الخير فأنا لازم أقدم الخير لهذا البلد السلام عليك أنت إنسان جميل تسلام الله يسلم خروحك جميلة والمتطوعين من شكل عام يعني أنا ناس حقيقة أقدرهم وأرفع لهم القبعة وأشكرك حقيقة شكرا لألك ولا استضافتي معكم على تواجدك اليوم معاي أسعدني وشرفني حقيقة تواجدك الله والله أريد شرف يا أستاذ والأستاذ والمتطوع سلام مرسل شكرا جزيلا لك على تواجدك جزيلا شكرا 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 نعم مشاهدين وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر